يقال إن الدال نقطة أصبحت معياراً للتشاوف وميزة اجتماعية يستوجبها المقام الرفيع في زمن العناية بالمظاهر دون الألباب ويقال أيضاً إن الدرجات العلمية في بلادنا صارت سلعة تباع وتشترى على قارعة الحلم وأدراج المناصب يتكؤ عليها العاجزون فيسبقون ولهم فيها مآرب أخرى ولكن ليس في هذا ولا من أجله تفرد المساحات ويصرف الوقت فأولئك وإن كثروا قليل لا يغني عنهم لقب ولا يستر عورة جهلهم إطار مذهب مطوي على شهادة فضيحة ولكن ما يسترعي الاهتمام ويستحق أن يجد الطلب فيه هو الكم الهائل من الرسائل الجامعية القيمة التي طمرت بمجرد عبور أصحابها إلى مسمياتهم العلمية والوظيفية فكبروا بها وما رعوا لها حقاً ولا بذلوها في خدمة الحياة والناس أو أن كثيراً منهم حاول ذلك واشتهد فيه ولكنه لم يجد إلى الناشر أو القارئ سبيلاً ومن المعلوم أن الأطروحات الجامعية العليا ليست مجرد أبحاث عادية فشرطها الجدة والأصالة وربما كانت أهم ما ينجز الباحث في حياته العلمية والعملية وعدا نفر قليل ممن تلمع أطروحاتهم وتشتهر فإن الأغلبية يرتضون نشرها عبر أوعية متخصصة أو شرفية وكأنها صورة للذكرى لا مستقبل لها إلا أرشيف الذات فكم نخسر معرفياً بخسارة تلك البحوث ولماذا تأول إلى هذا المصير الكارثي وحقها الصدارة في سباق العلوم والمعارف وأحقية النشر إلا أنها كي تكون كذلك تحتاج مراكمة جهد إضافي بعد عمر كرس لها فهي وفق نقاد وأكاديميين ليست صالحة للتسويق كما هي إنما تحتاج وضعها في إطار يناسب عامة القراء والمهتمين من غير المتخصصين وإن الأمر وإن علاه ليستحق أن يبذل فيه الجهد وتصرف المؤونة وكل ما ينقص هو خريطة الكنز ليس إلا ترجمة نانسي قنقر